تزوجت فتاة زواجا تقليديا أي كما يقولون بدون قصة حب بينها وبين زوجها قبل عقد القران وأنجبت طفلا جميلا وكان زوجها دائما لانشغال في العمل ليكسب رزقه ورزق أسرته وقد فكرت الزوجة أن تساعد زوجها فطلبت منه شراء جهاز كمبيوتر للمنزل لتتدرب على برنامج الكتابة ليمكنها من العمل كسكرتيرة في إحدى الشركات ثم اقترحت على زوجها إدخال الإنترنت لتوفر عليه ثمن المكالمات الهاتفية وتكاليفها الباهضة بينها وبين أسرتها الموجودة خارج البلاد فوافق الزوج ونظرا لانشغال الزوج الدائم وجدت الزوجة في الإنترنت وسيلة للتسلية فكل يوم تتعرف على شخصية جديدة من بلد مختلفة وتوضتت علاقاتها بشخص تقول أنها أحبته كثيرا لدرجة أنها أصبحت دائمة الانتظار لخروج زوجها لتتمكن من مكالمته على الإنترنت عن طريق الفيسبوك واستمر الحال لمدة طويلة وفي أحد الأيام وأثناء إحدى المكالمات دخل زوجها للبيت في وقت مبكر عن الموعد المعتاد لحضوره فارتبكت الزوجة وقرأ الزوج الرسائل على برنامج الدردشة ففوجئ بعبارات غير أخلاقية كتبها ذلك الشاب المجهول لزوجته وأنه يحرضها لترك زوجها زعما منه بأنه يرغب في الزواج منها ليكمل حياته معها لأنه لا يستطيع العيش بدونها كما قرأ أيضا ردودا متجاوبة من زوجته وسعادة بهذا الحديث وهذا التواصل في هذا الوقت لم تجد الزوجة أمامها إلا الاعتراف لزوجها بأنها ترفض الحياة معه لأنها على علاقة حب بهذا الشاب فما كان من الزوج إلا أنه طلق زوجته ورفض أن يعيش الإبن معها وعندما علم الشاب الذي كان يحدث الزوجة عبر الفيسبوك بطلاق الزوجة من زوجها اختفى تماما وتهدم البيت وضاعت حياة أسرة بأكملها بسبب الإنترنت والقصة الوهمية التي عاشتها الزوجة المخدوعة وقد عادت الزوجة وطلبت من زوجها أن يسامحها فلم يوافق الزوج على إعادتها لعصمته لأنه لم يعد يثق فيها نهائيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قبل أذان الفجر بنصف ساعة فوجئ أحد الصيادر وهو داخل الصيدرية بواحد من الناس يطرق الباب بقوة وعندما فتح الباب فإذا بشاب في الثلاثين من عمره ملابسه تنم عن بساطة شديدة يصرخ ويقول أغذني يا دكتور زوجتي تجلس بالتوكتوك أمام الصيدلية وفي حالة وضع فقال له الصيدلي أنا صيدلي وهي تحتاج لطبيب نساء وولادة فتوسل الشاب إليه وقبل يده وهو يبكي قائلا إنها تلد وحالتها خطرة ولم تقبلني أي مستشفى خاصة لعدم وجود المبلغ المطلوب معي وتحت ضغط الإلحاح الشديد وحالة السيدة أخذ الصيدلي المشرطة وأدوات الغيار المعتادة في الصيدلية وذهب إلى السيدة فوجد أن الجنين نصف رأسه قد خرج فقام بإخراج الطفلة وقطع الحبل السري وأعاد التنفس للطفلة وتعامل مع الحبل السري ثم أخرج المشيمة في ظلام حالك لم يقطعه سوى ضوء خافت من كشاف الهاتف المحمول ولم يستغرق الأمر سوى عشر دقائق ثم عاد الصيدلي إلى الصيدلية وبعد نصف ساعة وهو يتوضأ لصلاة الفجر فوجئ بالشاب يعود إليه بعد أن قام بتوصيل زوجته وطفلته إلى البيت يطرق باب الصيدلية ويشكر الصيدلي ويقدم له ثلاثمائة جنيه هي كل ما يمتلك فرفض الصيدلي أخذها وابتسم قائلا له هذا المبلغ هدية مني للمولودة الجميلة فبك الشاب واحتضر الصيدلي وعاد لبيته كما عاد الصيدلي لبيته وقص لزوجته ما حدث بعدما دهشت من كمية الدماء على ملابسه البيضاء وزادت أسئلتها وبعد عام من ذلك الحدث كانت زوجة الصيدلي حاملا فأخبرتها طبيبة النساء أن وضع الطفلة بالجنب وأنه لا بد من الولادة القيصرية وأن الطفلة ضعيفة جدا وهناك خطر على حياتها وستحتاج إلى حضانة قد تمتد لإسبوعين أو أكثر أخذ الصيدلي زوجته لأربعة أطباء فأقروا بما سبق وأن الولادة لا بد أن تكون خلال يومين وإلا سوف تكون هناك خطورة على حياة الأم والطفلة ذهب الصيدلي إلى الصيدلية التي يعمل بها محاولا توفير سيولة كافية فلم يستطع في ذلك الوقت توفير المبلغ الكافي للولادة والحضانة وأثناء حيرته فوجئ باتصال بعد ساعة من المنزل احضر حالا زوجتك تعاني من إعياء شديد فأخذها الصيدلي إلى دكتورة النساء التي أخبرته باستحالة الولادة الطبيعية ولا بد من القيصرية عندما كشفت عليها تعجبت بشدة وأخبرته أن نصف رأس الطفلة قد خرجت بالفعل تماما مثلما كانت نصف رأس الطفلة مع السيدة داخل التوكتوك وقد تمت الولادة طبيعيا بمساعدة الصيدلي ولم يستغرق الأمر أكثر من عشر دقائق وكانت المفاجأة الأكبر أن الطفلة بحالة جيدة جدا ولا تحتاج إلى أي علاج سوى قطرة بخمسة جنيهات وسط ذهول الطبيبة عند ذلك علم الصيدلي المعنى الحقيقي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى اشتركوا في القناة